أسعد اللهم سأكون بكل خير مشاهدنا الأفضل أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن عدد جديد من برنامج حكبارنا عدد سنتوقف من خلاله الحديث عن انهيار المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بكنشاصة إنهزم بربائية مقابل هدف واحد مما يؤقد مأمورية تأهوله إلى الدور الثالث ونتوقف عند الإقصاء والنتائج المخيبة للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة سنتحدث عن التكوين عن دور المديرية الفنية ولماذا الاستنجاد بلائبين من بطولات أجنبية وما جدوى وجود بطولات وطنية للفئات السنية والشبانية وفي موضوع عدد اليوم سنتوقف عند المدرب الجزائري بين الشهادات العليا وواقع البيدان من هو المدرب من يحمل صفات المدرب ومن هو المكون ومن هو المربي ونتوقف عند مرودية وهران التي تعيش مشاكل جامع سواء كانت إدارية أو حتى مالية إضافة إلى مواد أخرى متفرقة ومتنوعة متعلقة خصوصا ما تعلق وما حدث لإسلام سليماني من كلام عنصري للعادية عن كل هذا تشرب باستضافة ضوف هذا العدد في طبعا في البداية دعوني أرحب بأدلان بخدنة لعب سابق لشباب قاسنطينة ومدير رياضي لفريق السياسي عدلان أهلا بك شكرا لتربية الدعوة مشكورين على هذه الدعوة وإن شاء الله نكونوا خفاف في هذه الحصة شكرا لك زكريا جبور أيضا تقني مديري بأدن يحمل شهادات أوليا كان مدير رياضي سابق لمولودية وهران لكن لم تستغرق المدة إلا شهر كامل فالرجل بعدها استقال ورمي المنشفى وغدار مولودية وهران هو يمنن نفس اليوم بالتوجه لملا في المديرية الفنية لإعطاء تجربته وخبرته لكرة القدم الجزائرية سيد زكريا جبور أهلا بك أول مرة إطلال معنا في برنامج حكي بردون شكرا أهلا بك وأهلا بضيوفنا الكرام وإن شاء الله سنفوتوا حصة ممتازة إن شاء الله إن شاء الله مراد وردي المدرب والتقنية الرياضية والمحل الرياضي مراد أهلا بك ساعدتكم تكون متوجه معي بسهل خير لك ولي الضيوف ودعني قبل بداية هذه الحصة أن أهنيك لأنها مصبحنا نهضر على الخسارة لكن فيه في بعض الأحيان أنك ربحت شيء وهني كمال مهدي على حصولك على جائزة الصحفي المحترف من طرف رئيس الجمهورية للمرة الثانية هانئا لك نقول مساء الخير للإخوة ولكافة مشاهدينا في هذه الحصة شكرا لك مورد شكرا جزيلا لك على تحنيئتي طبعا بحصوله على جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف للمرة الثانية طبعا في مشواره المهني سنأودي لاته الجائزة ولهذا الحف الذي يشرف عليه شخصيا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد التبون في نهاية هذا العدد البداية بالمنتقب الوطني لأقل من 23 سنة انهار في كينشاصة بربائية مقابل هدف الواحد الهزيمة واردة في كرة القدم ولكن الغير وارد هو ماذا يحدث للفئات السنية والشبانية للمنتخبات الوطنية مرادورتي على كل حال ما زال فيه مرحلة عودة لهذا المنتخب نتمنى وهناجح ولو أن تبدو من قبل أن المأمورية ما رايش سهلة حقيقة إذا كانت تكلمنا بالأرقام المفروض والفراضية فريق الكونغو ما كانش يقدر يغلبنا بتلك النتيجة بلكن نقدروا نخسروا لأن الخسارة كما كنت واردة ولكن بتلك النتيجة عندما نعلم بأن فريق الكونغو ربح وتأهل إلى هذا الدور لأننا كنا معفيين من الدور الأول هو العبد ضد الفريق الإيتيوبي تعادل معاه في عقل داره وهزمه واحد سفر في إيتيوبيا نظن الفريق هذا ما كانش يقدر باش يربحنا بتلك النتيجة ولذا أقول ما زال فيهم مرحلة العودة نتمنى نتمنى وإحنا نحن في كل مرة نتمنى أشياء بدون أن نعمل من أجل هذا التمني سألعد إلى كل هذا طبعا مراد وردي عدنا بغدنا فريق وطني يتلقى تلت أهداف في 20 دقيقة هذا ما يطرح علامة تستفام عن التركيز اللاعبين فوقاردية الميدان يخطأ إنسا ديجا لا لا هذا شوف سي كامل هذا الأمر هذا موج غارب عليه علاش لأن الفرق الوطنية كامل صحي فرق الوطنية كامل براسكا عندهم لهم من باركور عدنا نفرحوكي نربحو كونتر لا موريطاني كونتر لا ليبي صحي هذا الفرق اللي كنا احنا لازم تعرف باللي الفرق تونسية والفرق المغربية والفرق تقدموا والمصرية تقدموا في هذا المجال التكوين وعادوا يديروا تربوسات المدربين واللاعبين احنا واش درنا مدة دركة عشر سنوات المديرية بتاعنا ما فيش استقرار ما فيه لا استراتيجية صحي ما فيه لا تخمام للبعد معاليو قال لك نديروا ليزا أكاديميا ومبعد قال لك ها نكونوا الفرق تسمى البطولة تاعنا هذي قاعدين يلعبوا الشباب تاعنا قاعدين يلعبوا كأنهم قطبال الوزير سبوري ترافايا هما مدعم ولا دورة ما بالمدارس دورة ما بالمدارس مدعم أعطيهم سيرفات أعطيهم لاتوني أعطيهم لاتوني صحي وانسكري في فلاليق وبس على سبيل لازم تكون استراتيجية يعني الناس يخدمت عشر سنين ولو يمدوا الأكاديميات أكاديميات يمدوها لفيديراسيو صحي أكاديميات الفرق صحي كيفش قلو تحللي هادة الهزيمة بربعية هل بيمكن هذا المنتخب أن يعود في لقاء الأوداء الذي يسأل أبي ستيف يوم الثلاثة قادم أنا بالنسبة لي كيف يقولها متشاعم متشاعم أو يبقص تعفوا باش مع فريق مع فريق إفريقي ربعة كيف يقولها واحد وجي هنا وعن بالك بللي هذا الفريق الإفريقية يحسنوا اللعب في القاز أو يحسنوا يحسنوا التمركز أنا أظن بللي راح تكون مأمورية صعبة بزاف زكريا جبور قوة هذا المنتخب كونغو الديمقراطية هي في العشب الإصطناعي وليس الطبيعي ونحن سنواجههم في ستيف أي ملعب الجيل الخامس ما تعلق بالعشب الإصطناعي هذا من جهة ثانيا هل ترى منتخب يتلقى تلت هدف في 20 دقيقة الأولى بإمكانها أن يؤود تدخل وخاصة بربعية ولا بد أن تسجل تلكي تتأهل كيف ترى المأمورية بكل صراح حق قبل أن تتكلم عن المأمورية قد نديرو كي ميقولك للمتالفريق الأردسي يتكلمون 100% من اللاعبين لعبين 2% من اللاعبين اللاعبين كلهم البطولة تلك الأردسي يعني محلية تلك مزانبي تلك مزانبي تلك الأردسي وكيف يتكلمون 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 بكل صراح وكيف يتكلمون ما هي النتيجة مقابلة 4 أب لا نتكلمون مع فريق كما الأردسي صراحة كي نعود نعود نقول أن الفدرسي لذلك هذه أعطت كل الإمكانيات صح في 6 شهر لعبوه 16 مقابلة وداروا دور التورون إذا كانت توراسي أو نتائج مخيبة دورت على التورون الناس اللاعبين دورت على التورون لدوات 150 ميلو يعني تلعب تور نوات تخلص 150 ميلو يعني الجزيرة خلصت 150 ميلو إذا كانت موجودة الله محمد رسول الله نكمل كمال ويجب أن نتائج الثاني هو أننا كنا كانت كنا نقص 23 سنة سمح إننا نافيا هل 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 تحتاج لتعود إلى أثنان أثنان و يعني هل نحن نحن نظن بأنه كانت مراراً. نعود إلى أن نعود إلى 16 مقابلة. كل مواتع تولون. كل مواتع الإسلامي. سعودية. 2 ماتعين contre السودان. 2 ماتعين contre الموريطاني. 2 ماتعين contre الباليستين. ثم الماتعين يضعون للإستاج. مثل المتالي في البرادو. يعني الفيدرالية أعطت كل الإمكانيات لنجح هذا الفريق. نحن نكمل هذا المحي. نحن لا نقول كما كان يقول بالله. في الورتور نغممون 29 إن شاء الله بحول الله. نتمنى ندير نتيجة. بالصح كما نقول هذا تحصيل حاصل. ماشي نعين النتيجة تحدي المقابلة. بورا دورتي. شوف احنا المشكل الكبير هو نحب ونربحه بدون ما نحضره للربح. صح حضرنا بوراد. لا خليني فهم. اسمح لي. إنتي عذي أوفرد كل الإمكانات. في الحقيقة جمون دوقات. مش على توفير الإمكانات. فالقرح في طائرة خاصة. ولكن ما كان سياسة. لأن سياسة تحطي داع الإمكانيات. وتلعب عشرين مقابلة أو طيارة خاصة. ما كانش منهاجية. ما كانش وشارك حاب. كل ركت ترمي في الدرهم وفقط. اليوم الناس تلعب لك ب 16 و 17 سنة. مثلنا هذا فريق أقل من 23 سنة. على البالك بالأغلبية. نتاعم مع رومش بيرفورمان. دي جوارك يجو با دون ليركلاب. يصنرون بلاسان ولا مين با تيكولات. ويلاعم في التاريق الوطني. من أي باب من أي أدى 23 سنة. نحن رأينا نقوله تاعة 18 رزمي لعب الفريق الأول. نحن رأينا نحوسه بشي لعب تاعة 18 سنة في الفريق الأول. لأن المجال التقني ما هوش مجال عمري. رأي مجال خامة تقنية. وش يملك اللعب يقدر يملكه على سبعة ثلاثة في سبعة ثلاثة سنة. أنا اللعبو معي 23 سنة اللي كان عندي. تاعة 18 نقدر اللعبو معي 23 سنة. أولا نربح اللعاب هذا اللي يكون عنده في رجليه المنافسة في مستوى عالي. وتانيا إلا إن هزمت ما هوش عيب. ما داروا الفريق في طوله. وين جابوا لعابين تع سبعة ثلاثة سنة. لأنه ما عندهم بعد النظر. حنا ما عندناش استراتيجي. أدلا. موارد. موارد. ما عرفوا غن حوسوا نروح ونروحوا بسرعة وخلاص. موارد. بدون منهجية وبدون استراتيجية. موارد فريق البطول في أوروبا هي تلكسنبورغ. عندما ترى فريق الوطني فيه عضوين أو ثلاثة من لكسنبورغ يعني الصراحة انضررت لا أكتب عليك انضررت شفت في سكواد ليست ليس من عادة لكي ننتقل هذا الأخر نظن بأنه كان يوجد كواك في الوضع الوضع على الجوار هي خطر عندما نرى الجوار الذين لعبوا في فبري ومارس والذين يلعبوا اليوم كانت بزافة لشانجمات وصورتو يعني ذي جوار كنت ترى النوم في دو ماتش مثل الجوار على لكسنبورغ لكسنبورغ يعني فريق حتى لو كنت تلعب في الدرجة الأولى لكسنبورغ يعني تلعب درجة السابعة أو الثامنة سمحني كمرة هذه وفي الجوار وفي الجوار وفي السنة وكل شيء وفي الإكيب نانسونال وفي الإكيب 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 في فرنس كان ذي جوار مستوى عالي نحطي مثل نجوار في تولوز مانيش عارف علش مدوش يعني حتى نضرب لي بالماضي قطع لكسنبورغ لكسنبورغ في فا لكسنبورغ وفي المدربين فرنس لا 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 لكسنبورغ estone بداخله ضرق نزج الغد لوقف بلاستanan يا مورد سعودينك مورد لا تتعلم يتعلم أنك العربين وانت الفيدرالية انت الفيدرالية انت تقوم بسياسة مورد سعودينك يتعلم أنه يتعلم في الإستات أو في السكوتينك يتعلم أنه يتعلم الإحصائية لإحصائية مخلوطة مورد وردي زكريا جبور خالد بواننا سنصلت عليها طبعا كصحافة رياضية وكصحافة استقصائية حتى نحقق من يتحكم في الففرادار وكيف يتم جلب اللائبين وكيف يتم فرضهم على المنتخبات الوطنية هذا من جهة في المنتخب الوطني في حديث أنه بعض المناجرة بعض الصباصرة يقولون لبعض اللعبين لكي يجلبهم الفرق هنا في الجزائر يقولون تخدم معي نديك للمنتخبات الوطنية وتلعب وكيف يتواجه في المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة ومنتخبات أخرى لا يملكون المستوى كان يتحق يجيبوا أن توقع المورد وردي كمال كينا مناجرة في هذا الففرادار يطلبوا من الوالدين باش يديروا معهم من دات من سينة ما يدعيش الفريق الوطني ماذا؟ لذلك لذلك لنعطوا كل حق الحقيقة الففرادار بارئة من الوطني لا يوجد الوطني لذلك لذلك من الوطني من الوطني من الوطني من الوطني من المنظم من المنظم نقول الكبارات كاللعبين لا يوجد أي مستوى لا يوجد المنظم لا يوجد الوطني يناول على الففرادار لا يوجد المنظم عن اتحق الصور لいうهوطني موت انه صحيح أهوطني ذلك المنظم اتحقض من التغذر على كيف كطير التنقية اللعبين خطر اليوم هذه أننا نظر لكننا نعرف اللاعب اللا كانت في فرنسا سلتوفر هذا أوه موان أوه موان أموان آموان 80 بالمئة مع ملوط مكاتف بلغاريين أحضروا مراد أوردي إن كان هناك بطولة بلغارية يجهارية أحضرهم لعب المنتخب الوطني في مكسومبور خلاصوا اللي جميعا أنا مراد لكن أحضر لكم شعبيون هنا خلاص نقول لكم شعبيون هنا سلام عليكم هل يمكن أن تدريبا في رياض المدرسية قلتنا يا مر، من تداد فيفا تداد فيفا لا يتحدثون بشكل موضوعي هؤلاء الناس يجعلونهم أن ينشطوا في البطولات انتحوا تأتي عندك بطولات في الوطنية الفرق هنا قاع عندهم المينيم الكادي الكادي الجينيور وزيسبور لكن هناك بطولة لماذا تنتج لعبين هل حقيقة لا لعبين أم هل نريد أن نغلق عيوننا على اللعابين الموجودين وردت سياسي للموسم الماضي وردت سياسي سات جوال من السياسي يستطيع اللعب في المتخب الوطنية سبحان الله هذا هو السؤال سياسي سياسي لا يتحدثون هل تلت هل تلت لاربع لاعبين يلاعبون أنسانيار لا تفضل لا لا شوف كمال شوف أنا قاعد نقول لك هذه ما تحتاج من هاجية ولا تحتاج تخطيط ولا تحتاج من ميطدولوجيا لا أبطاري لا شوف اللاعب تروح للسياربي تروح للسيار تروح الواتسوف تروح للغرب تروح الشرق تروح تدير اندي بلاتو وتخرج فريق وطني وخلاص درقا بسكولي لإفنت رواء كان مشكلتاني تعليدات على هدي على هدي ففرادار نبأ إتي أسميلي لإفنت رواء تروح أدلاند لا تروح تروح لا تروح 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 وطني فيفا 6 أو 8 من العام 6 أو 8 في العام الحقيقة التي لا نعرفها ما نعرفها في الفرنس والألمان الإطالية كل هذه تروح شيئا عرفية لأنهم لاعبون ويخبرون ثلاثة لاعبين في أو 10 مثال أو شيئا أو أيضا فيفا أو 10 إذهبوا مع المغرب وإنه سنغال لتروح تقوموا المجتمع هذا يجب لا تروح فيفا شيئا كبير تكسر في المجتمع اليوم يقدروا يجو في مرحلة ما فيها جداة فيفا ونسنوا هذا الشيء كامل باش نديروا حنا لديموند وندير فاريق هنا دير فاريق هنا فاريق عندك باش تديروا هنا عليها تروح التان تولي تولي تديموند او كلاب ولو كلاب يقول لك نان جسي باقو سيبال سيتان جوار ممهنة ممهنة كينيكيب بتاع بمير ديفيزيون قلت من مجلي جوار تاعي يعني ماشي خاطر ماشي جداة فيفا من مجلي جوار تاعي هل يتعرف عن دونان؟ وانه سيكون عندها شكو مختلفة يقتلنا انا خارج لاتلت تأثيرها انا نتحدث معك منتخب وطني ويقابك من جوارتا عندما تقوم بتصرف معلومات الجزيرة انا احسن حل والحل هو العودة الى فرماسيون مبدأ لذي كنت معكم هذه الجزء هذه البطانية الإفريقية هي مؤهلة للألعاب الأولمبية 2024 في باريز الفرنسية هل يمكن المنتخب بطاني أن يأتي في النتيجة؟ أتصورك نعم أعلم بالله أنا لا أتنسوا لي على كل حال لا أعرف شريك حسب المباراة لشاهدة أمس ولكن كل شيء ممكن لا تلعب ضد فريق كبير كل شيء ممكن إيرادة حضور جماهيري والدنيا نقدره شكرا ولكن هل يمكن المنتخب بطاني؟ شوف كورة القدم هذه الحالوات كورة القدم يعني نظن باللي إن شاء الله حتى لو كان أني بي سي ميس الحق باش نرغب خذ بقنا في تانية أنا نقول باللي مع الشعب ومع الضغط ممكن تكون ريزولتا ولكن صعبة 90% نتمنى لمنتغضة تاريخية نتمنى استفاقها للمنتخب الوطني نتمنى التأهل للمنتخب الوطني ولكن التأهل أو الفيز بثولتية أو ربائية لا يعني أن التكوين في الجزائر والمنتخبات السنية والمدرية الفنية هي بخير ابقوا معنا تدابب أيضا ترجمة نانسي قنقر